بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المعرفة المفيدة احنا كنا تكلمنا عن حرب الفجار وعرفنا انها انتهت صلحان وعن طريق شخص يسمى عدب بن ربيعة من مكة هو ده دخل الحرب ونادى أثناء الحرب يا قوم على ما تتقاتلوه قالوا وماذا تريد؟ قالوا ردوا الصلح قالوا على أي شيء احنا تصالح قال ايه نتأخذوا ديتكم نتفعلكم ديت قتلكم وتحفوا عن دماء أنا قالوا ايه اللي يضمن لنا؟ يعني فيماها ضمان قالوا لهم هنديبلكوا ايه كامرة هنا من عندنا فهم اجتمعوا وقابلوا وقال لهم أنا قالوا انت من؟ قال أنا عدب بن ربيعة وكان اللي اسمه مشهور يعني فقابلوا الدية وانتهت حرب حرب الفجار صلحة وعفوا عن الدم وانتهت الحرب على هذه الحال ندخل بقى عن ايه السيدة خديجة بنت خويلد رد الله عنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصية ابن كلاب ابن كعب ابن الأي ابن غالب فهي كده رد الله عنها تلتقي من في نسب النبي عليه الصلاة والسلام عند ايه قصية ابن كلاب وكان السيدة ذات جمال وذات أهل كويسين يعني فلما بلغ سنة خمس شهر سنة تقدم لها شخص يدعى عطيق يعني تقدم لها شخص يدعى عطيق عطيق هذا هو يعني اسمه عطيق اللهم صلاة سنة محمد ابن عائد ابن عبد الله ابن عمر بن مغزو وكان تاجر ناجح في مكة وليه اسمه وتجارته يعني في مكة وتزوجها وهي وانجبت له يعني الزبيء وبنت اسمها ايه هند وبعد فترة وقبرت تجارته برضو معها كانت هو الشاخر عليه يعني وقبرت تجارته وأثناء الفترة دي التوفى عطيق وحزنت علي حزن شديد فبعد فترة تقدم لها ايه هند ابن زرارة وبرضو سير كبير جدا وتزوجها وكانت تاجر برضو كبيل وانجبت له ايه يعني برضو ولد اسمه هند وبنتها اسمها هالة والطهرة وقبرت تجارته برضو وما تضمت تجارتنا على بعض يعني وقبرت تجارة جدا وتوفى هند فحزنت حزن شديد ومن حزنها رضي الله عنها رفضت الجواز بعد كده وقالت ايه وفقرت انها تتجه من الفلوس اللي معاها وكانت وقد خبرة من ايه من زوجها من ازواجها السابكين في التجارة فقالت انا ايه العمال اللي كانوا شغالين مع زواجي هنبدأ معاو هنجبوهم تاني ونشتغل في التجارة واشتغلت في التجارة ونجحت نجاح جدا جدا وكانت يعني ايه وكانت من كبراء تجار مكة اللي هي في رحلات الشطاء والصيف فهي اسناء وهي تجارة كبيرة كده يعني واسناء نجاحها فعلا فهي حلمة حلم ان فيه نور دخل من بيتها ونور الدنيا بحالها فسألت مين ابن خلها كان اسمه ورقة ابن نفل وكان هذا راجل راهب يعني ايه درس التوراء وكانت رهب فبيسألها ايه تفسير الحلم ده قال لها انت حتتزوجي وزوجك سيكون نبي فجأت له يا ابن خالي يعني ان عمر نسيت زوجة من الزمان قال لها هو تفسير الحلم كده وقال لها يعني فكان هذا ايه كانت اي يعني ايه دي اول حاجة ايه يعني ايه يعني معرفة بالسيدة خدية رضي الله عنها وبعد فترة السيدة خدية النبي كان اسمه ظهر في مكة صادق امين وريل كزا فهي اعجبت بال ايه بالشخص ده فعرضت عليه ان هو يجي تاجر في ايه تجارة وحتى تدوله ضعف ما بتديل ايه للتجارة التانية فالنبع صلى الله عليه جبل يعني جال بدل رعي الغنم حروح نجرب حظي في التجارة واخر ودته وبعدته مع غلام اسمه ميسرة جالته لان انت لسه برضو ما رعتش بقى الشام كتير حيبها معاك غلام تبعها اسمه ميسرة وجيت له خلي بالك من ايه من محمد ده لسه تجيء وروح ايه بيل الشام هو راحه بالشام ووضع بضعيتهم وجعد وريحه شوية فبعد ما ريحه كده كل مجموعة جعدت فين على ايه عند تحت سجرة الا النبع صلى الله عليه وسلم جعدت تحت سجرة ايه لا تتميز عن اي سجرة تانية بايه 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 ميزة يعني فراهب الراهب نادا ميسرة كان في رحل السجرة دي راه جال له من هذا جال له ده فاته من قريش جال له الرايل ده حيب النبي المنتظر لان ما لم يجلس تحت هذه السجرة الا نبيه ده اول يعني ايه انتباه وكان النبي عسلم هو راح الرحلة وجاي فيه سحابة بتضله فكانت القافلة بتحاول تيجي فروح عشان تضل من جهر الشمس كانت تضل النبي ما تضلههمش والنبي راح عضها البضاعة البضاعة راح باع 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 بضاحته وشترة للمطلوب ورد ايه يسلم البضاعة للسيدة ايه خديدة فشافت البضاعة لما يساره جالت له ايها مصاره ايه اللي انتو عملته ده جالت له ازاي ده انتو لو بيحتوا باربع ضعاف التمأ مش هتديبه البضاعة دي جاليولها بص جالها انو شفت من محمد ده معجزاد جالها عن السحابة وعن الراهب وجالها لما كنا نجي نبوع البضاعة للاقوا للتجار كل اللي نشيروا مننا واي سعر انجلوه يتكلموا من غير اي من غير اي نقاش عمرا ما حصلت جالتوا طب بس انتو بيحتوا كده غالي جاله ولما دينا نشيروا برضه لجال التجار كلها بتعرض البضاعة عليه من غير اي سعر واي سعر يقوله برضه يعني ايه فساد اعجابها بالنبي على السلطة والسلام ودي فكرت في الزواء من النبي عليه السلطة والسلام واه ده اللي حنكمله الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته